داعش يخلي مقاره في تل عفر بعد استهدافها جوان وطلسة تحضر لعملية عسكرية في التنف وفي أفغانستان الانتهاكات ضد الصحفيين تطرق أجراس الخطر أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن العراقي إذ قال مصدر أمني عراقي أن أفراد داعش المحاصرين في قضاء تل عفر أخلوا عددا من مقارهم الرئيسية في مركز القضاء فيما تعمدت المجاميع الإرهابية إبقاء رياتهم السود فوق المقار التي تم إخلاؤها من باب تمويه القوات الأمنية وضف المصدر أن إخلاء المقار هذا جاء بعد استهداف وتدمير عدد منها بالقصف الجوي الدقيق والمكفف على مدى الأيام الماضية قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن أربع ألمانيات إجمالا ضمن مجموعة من النساء أسرتهن القوات العراقية في مدينة الموصل الأسبوع الماضي وبحسب تقارير صحفية ألمانية فإن العائق الذي يحول دون ترحيل المعتقلين الألمان في العراق هو عدم وجود اتفاقيات أمنية مثل اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة العراقية والألمانية أكد نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال روبرت جونز في تصريح خاص لأخبار الآن أن عمليات تطهير الموصل من فلول داعش ومقاتليه ما زالت مستمرة من أجل تأمين عودة السكان إلى مناطقهم مثل ما تعلمون عملية تحرير الموصل للتو بدأت ولكنها لم تنتهي حيث هناك إجراءات لتأمين عودة السكان وإعمار مدينتهم أما بالنسبة للوضع الأمني فهو جيد والقوات الأمنية العراقية منتشرة في شوارع الموصل بعد أن تحررت من داعش وعمليات التطهير ما زالت مستمرة والوضع الأمني يتطور يوما بعد آخر تسببت العمليات العسكرية ضد داعش في الموصل والتي انتهت بتحرير المدينة من احتلاله تسببت بتدمير جسوره الخمسة على خلفية التفجيرات التي نفذها مقاتلوها ذا التنظيم في محاولة لتأخير تقدم القوات الأمنية العراقية المشتركة صوب مواقعهم في المدينة مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل على خلفية ما تسببت به المواجهة المسلحة والتفجيرات التي نفذها مقاتلو داعش الإرهابي في الموصل بعد هذا الجسر المعبر الرئيسي الذي يربط طرفي المدينة حيث ينتقل الأهالي بعد أن يقطعوا عشرة كيلومترات ذهابا وإياما يقضون خلالها ساعات طويلة بانتظار عبور جسر ألم نيرا نتيجة الزحام إذ يعتمد ما يقارب أربعة ملايين إنسان على هذا المعبر ونتجة الزحام الكبير إضافة إلى الحر الشديد هنا استغل بعض الأطفال هذه الظروف ليبحثوا عن رسقهم من بيع الماء البارد على المواطنين خلال عبورهم طرفي الجسر خمسة جسور كانت تربط طرفي الموصل تعرض جميعها لتدمير أجزاء مهمة منها الأمر الذي أدى إلى قطعها قبل بدء معارك تحرير الجزء الغربي من المدينة لغرض محاصرة مقاتلي داعش كما أخبرنا المقاتلون العراقين هنا بإمكاننا أن نعبر على الجسر القديم لمسافة قصيرة سوف نحاول أن نعبر على هذا الجسر القديم هناك قعدة الآليات واقفة على هذا الجسر هذا الجسر يعتبر أول جسر أنشئة بين الساحلين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل وهو المكان الذي كان يشهد ازدحاما أكثر كان جسرا حيويا جدا بإمكاننا أن نعبر إلى جزء من الجسر الآن أثار طبعا لهوانات ولقصف يمكن أن تشاهدوها هنا على الجسر هذه إطلاق هوانات وهذه من ربما مكان عبوة أو مكان إطلاقة هاوان وهذا هو تم قطع الجسر قبل بدل عمليات من هذا المكان كما يمكن أن تشاهدوه يمكن أن نلاحظ أيضا الزوارق هذه الزوارق كان يستعملها مقاتل داعش لغرض التنقل بعد أن تم قطع الجسور الخمسة مقاتل داعش استعملوا هذه الزوارق لغرض نقل الأسلحة ونقل المعدهات بين الجانب الأيمن والأيسر كما يمكن أن نلاحظ جسر الحرية أيضا ممكن أن تشاهدوه من هذا المكان وقد تم قطعه من قبل القوات العراقية قبل بدء العمليات وإلى الجانب الآخر هناك الجسر الخامس من الجهة الأخرى هناك الجسر الخامس جسر النصري أيضا يربط بين الطرفي الموصل وهو جسر مخصص للآليات العسكرية فقط وقد تم السماح مؤخرا بعبور أهالي المناطق القريبة لكن مشان على الأقدام فقط نحن لدينا جسر عسكري إن شاء الله راح يتم بعد تطهير الجانب الأيمن قواتنا الآن تطهير بعد تطهير راح إن شاء الله يتم بنا هذا الجسر وأيضا نطلب من الحكومة المحلية أنه تعمل على إعادة الجسور اللي يمكن إعادته أحد أهم الإنجازات التي ينتظرها أهالي الموصل بعد تحريرها هو إعادة ربط مدينتهم من جديد لكي يلتأم شمل العائلات التي توزع أبناؤها بين جانبي المدينة الشرقي والغربي لكي تعود الحياة إلى طبيعتها مجددا بعد ثلاث سنوات إجاف انتهت بالتحرور من احتلال داعش في الشن اليمني أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية تفرض طوقا محكما على قاعدة خالد العسكرية في جنوب تعز وقصف طائرات قوات التحالف العربي القاعدة العسكرية ما تسبب بقتل وجرح كثير من أفراد الميليشيات وتدمير أسلحات إلى مصر حيث قتل الجيش المصري أربعين إرهابيا وقبض على خمسة آخرين في طار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد لاختلاع جذور الإرهاب في شمال سيناء وفرضت القوات حسارا محكما على البؤر الإرهابية في مدن العريش وشيخ زويد ورفح ونفذت عمليات دهم أرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة لليوم السابع على التوالي بعد عملية بحث مكثف اعتقلت الشرطة السويسرية مهاجمة مسلحا بمنشار بعد يوم من اقتحامه مكتبا لشركة تأمين في بلدة شوفنهاوزن السويسرية وإصابته اثنين من الموظفين ولم يتضح الدافع وراء مهاجمة الرجل للموظفين صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد على بدء مناقشة إلغاء نظام أوباما كير للرعاية الصحية مستهلا بذلك نقاشا يستمر أياما عدة حول ملف تسبب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ أشهر دع الرئيس الأمريكي دونالد سترامب إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية وإلا فسوف تكون هناك مشكلات كبيرة للغاية بالنسبة لطهران على حد تعبيره كما صرح الرئيس الأمريكي لصحيفة وولد ستريت جورنال أنه سيشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال إيران للاتفاق النووي عندما يحين موعد إعادة التقييم جددا خلال ثلاثة أشهر وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعذراض إدارة الرئيس دونالد سترامب على التشريع اعتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض لوقعه ترامب أفاد مسؤول عسكري أن الجيش الأمريكي رصد مؤشرات توحي باستعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة صاروخية جديدة قد تكون لصاروخ بلستي عابر للقارات وقال المسؤول أنه في حال جرت التجربة فمن المرجح أن تجري في السابع والعشرين من شهر تموز يوليو الحالي الذي يصادف تاريخ توقيع الهدنة بين الكوريتين يعمل أكثر من ألفين إطفائيين على مكافحة حرائق غابات اندلعت في وسط البرتغال الذي اجتاحته في شهر حزيران يونيو الماضي حرائق أدت إلى قتل أربعة وستين شخص واندلع أكبر الحرائق قرب سيرتا حيث استخدم السكان خراطين مياه الحدائق لمساعدة عمال الإطفاء في مكافحة نيران بحسب ما أظهر التقارير للتلفزيون البرتغالية في الهند لقي 16 شخصا حتفهم جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند التي أخذت تهطل على مناطق غرب البلاد مؤخرا بما فيها ولاية راجستان وتم إجلاء أكثر من 24 ألف قروي من منازلهم ونقلهم إلى أماكن مرتفعة للحفاظ على أرواحهم فيما تمكن رجال الإغاثة من إنقاذ مئات الأشخاص من مياه الفيضانات الغزيرة في ست مناطق في ولاية جوجارات أحييكم من جديد في الشأن السوري تواصل الميليشيات الموالية لقوات الأسد حشودها العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد خاصة في مناطق التنف أو الزلف القريبة من الحدود الأردنية استعدادا لمعارك فاصلة وقالت مصادر في المعارضة إنها رصدت حديثا خروج رتل للميليشيات من تحويلة الضمير في طريقه للبادية الشامية في السويداء القريبة من الحدود الأردنية قالت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية إن تعزيزات أمريكية تشمل مركبات وآليات عسكرية وصلت إلى مدينة الرقة وسبق أن ظهر مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ماغوريك في منطقة عين عيسى الشمالي الرقة برفقة عدد كبير من أفراد قوات سوريا الديمقراطية كثيرة هي الحالات المرضية التي لا يمكن علاجها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بسبب ضعف الإمكانيات الطبية والتي يتطلب نقلها إلى دول مجاورة لتلاقي العلاج الطفل ياسين عدس أحد تلك الحالات إذ يعاني من مرض الثلاثيميا هو وشقيقته آمنة التفاصيل مشاهدين في تقرير مراسلنا عماد كاركاس لم يسمح المرض ياسين عدس ذو ستة عشر ربيعا أن يستمتع بطفولته معذبا إياها بنقص صفيحات الدم أو تلاسيميا لتأتي الحرب وتزيد من معاناته لقلة العلاج وفقدانه في أيامها تحاصرنا بالغوطة زاد عليه المرض وزاد الوجع يعني وتأكل الحوض عندي الروح مشفلة مشفلة بنا كيس دم دواء سيرون ما في دواء ما في كيس دم فاضي مشان تبرعه ما في تحاصرنا ودواء وأكل كله كله ما في شي بدنا يعني دم بده يعلق ما في تأكل الحوض عندي عاني هذا المرض بل تشاركه فيه شقيقته آمنة ذات التسعة أعوام ويعز والدهم الإصابة به بسبب زواج الأقارب الذي جمعه مع ابنة عمه أنا آخي ببنت عمي مرض براسي وعانيت محهم كثير بالغوطة الشرية قبل الأحداث كنا عم نعالجهم كان في إدوية الحمد لله عم نعالجهم وكنت ناوي طالع عالجهم بتركية يعني عملهم زرع نقي عظام والله ما أدرني عليهم من النزوح والعناء ضاعفت من آلامهما وتراجعت خلالها صحتهما مع وصولهما إلى إدلب خلال حملات التهجير الأخيرة حيث يتمنى ياسين وشقيقته أن يجد من يساعدهما في الوصول إلى تركيا أو عبورها ليتمكن من علاج مرض يمكن مقاومته بإمكانيات لا يمتلكها القطاع الطبي داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية طبعا نفرض علينا التهجير من برزي على إدلب ولا قاعدين بريف إدلب بالإيواء وما في دواء لا علاج وحوض يعمل تأكل بزيادة وبتمنى أنه أطلع لبرة وفي أختي كان ذا التعالج وبتمنى أنه أطلع نتعالج سواه أخبار الآن ليلتقط لآمنة صورة يريدها أن تكون نقطة علام تأريخية بين المرض وشفائه لتكون الصورة الثانية بعد أن يكون قد عوفيا تماما كما يتمنيان عمد جرقس لأخبار الآن ريفو إدلب وليس بعيدا عن قصة ياسين وآمنة يعيش في الغطى الشرقية أربعة أطفال ظروفا إنسانية صعبة بعد وفاة والدتهم وإصابة والدهم لم يكن لديهم أي خيار سوى العمل لتأمين طعامهم في هذا المكان الذي يفتقر لأبسط مكونات الحياة يعيش أبو محمود مع أطفاله الأربعة بعد وفاة زوجته سقف المنزل لا يقيهم حر الصيف ولا برودة الشتاء زاد من معاناة العائلة إصابة الأب عندي أربع أولاد والحالة المعيشية هم غالية ودكاترة ما فيه وأودية ما فيه وكله غالي والغاسات ما فيه وما أنه غير الله أنا كنت رايح أشتغل بالأرض وبدي أشتغل وأطعمها الأولاد تواسي طفلة والدها تساعد أختها الصغيرة في شرب الماء باتت هذه الطفلة سيدة المنزل بعد وفاة والدتها ترعى والدها تواسيح تساعد شقيقتها الصغرى الطفلة الصغيرة تحاول أن تقوم بدور سيدة المنزل بينما يقوم أشقاؤها محمود وأحمد في البحث عن الحطب وبعض الماء كي يتمكنوا من تأمين طعام لعائلتهم يقول محمود إنه سعيد جدا بمساعدة والده داخل المنزل وعائلته خارج المنزل كل يوم أنا وأخي عم نطلع للمحطب وكيوز نعيله ونشغل نور ونطخ ليس سوى أطفال أكبرهم لم يتجاوز التاسع من عمره بعد وأصغرهم طفلة تبلغ عاما واحد والدهم مصاب يبذل هؤلاء الأطفال الكثير من الجهد لتأمين طعامهم ومساعدة والدهم فليس لهم أي معيل سوى الله وإرادتهم التي فاقت الجبال أفادت مجموعة حقوقية محلية تعنى بحقوق الإعلاميين أن عشرة صحفيين على الأقل قتلوا في أفغانستان خلال النصف الأول من عام 2017 في زيادة بنسبة 35% عن العام الماضي وسط تصاعد وطيرة العنف في البلاد تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذه الزيادة في تقرير الزميلة حنان ظاهر مهنة المتاعب هي ومهنة التحديات هي سلطة رابعة وفي زماننا هذا قد ترقى لتكون الأولى هذه المهنة التي تسبب لممارسيها الكثير من المشاكل عندما تصبح الحقيقة أمرا يقض مضاجع المجرمين والفاسدين وعلى الرغم من كل القوانين الدولية التي تؤمن للصحفي حريته وأمنه وسلامته إلا أن العنف ضد الصحفيين لا يردعوه شيء على أرض الواقع ففي أفغانستان مثلا وحسب مجموعة حقوقية محلية تعنا بحقوق الإعلاميين أفادت أن العنف ضد الإعلاميين ارتفع بنسبة 35% عن العام الماضي وسط تصاعد وطيرة العنف في البلاد وأشار تقرير للجنة سلامة الصحفيين الأفغان أن مقاتلي تنظيم داعش وجماعة طالبان يقفون وراء معظم الهجمات المباشرة وغير المباشرة على العاملين في الحقل الإعلامي في أفغانستان وأكد التقرير أنه خلال الأشهر الست الأولى من عام 2017 تم التسجيل 73 حالة عنف ضد الصحفيين بينها 10 عمليات قتل و19 حالة ضرب و12 حالة إصابة خلال عمليات عسكرية وشهدت البلاد العام الماضي أسفأ سنة في تاريخها فيما يتعلق بوضع الإعلام بحسب لجنة سلامة الصحفيين الأفغان حيث قتل 13 من العاملين في المجال عشرة منهم بأيدي طالبان وهو ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد سوريا لجهة الخطر على الصحفيين وفي حال استمرار العنف بنفس الوتيرة فستكون أفغانستان في طريقها نحو عام سيسجل فيه العنف ضد الصحفيين مستوى غير أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحف العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها مصرعة ثيران دون دماء جاء في تفاصيل الخبر أقر برلمان في جزيرة مايوراكا الإسبانية قانوناً يمنع مصارع ثيران من قتل أو إصابة الثور خلال المصارعة فيما يمنع على من هم دون سن الثامنة عشر عاماً مشاهدة مصارعة ثيران إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي اخترنا منها لكم الشراحيح الإلكترونية باتت متوفرة في معاصم اليد قررت شركة في الولايات المتحدة الأمريكية وضع شرائح إلكترونية تحت الجلد في أيدي بعض موظفيها في خطوة أولى نحو تطبيق الإجراء على كافة العاملين وتمكن هذه الشريحة الموظفين من فتح أبواب الشركة والدخول إلى حساباتهم الشخصية على أجهزة الحاسوب وشراء الطعام نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية دراسة حديثة باطن القمر غني بالماء كشفت دراسة حديثة أن القمر ليس جرماً قاحلاً كما كان يعتقد وإنما يحتوي في أعماقه على كميات كبيرة من الماء ففي عام 2008 عثر باحثون على جزيئات ماء في حمام متجمدة جلبها رواد فضاء من سطح القمر إلى الأرض صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين جاء فيها المال يمكن أن يشتري السعادة وجدت دراسة حديثة أن المال يمكن أن يشتري السعادة عن طريق توفير مزيد من وقت الفراغ وهو ما قد يجعل أي إنسان سعيد وقالت الدراسة أنه رغم كون توفير الوقت يخفف الضغوط اليومية التي يواجهها الإنسان فإن قليلاً من الناس يقدمون على فعل ذلك رغم قدرتهم على تحمل الأمر مالياً ختاماً مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية تعبئة لإنقاذ قردة وضعها كارثي بدأ أكثر من 150 عالماً من سائر أنحاء أفريقيا اجتماعاً قرب أبي جان لإنشاء الجمعية الأفريقية لعلم القردة بهدف إنقاذ هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في القردة السمراء أسباب تراجع عداد القردة في أفريقيا تعود للصيد غير القانوني وانحسار رقعة الموطن الطبيعي لها نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضاً أصدرت وكالة الفضاء ناسا دليلاً لتحذير الناس من مخاطر كسوف الشمس فمن المقرر أن يكتسح الكسوف الكلي أمريكا الشمالية يوم 21 من شهر آب أغسطس المقبل فرصة نادرة في انتظار العلماء الشهر المقبل للتعمق في دراسة الشمس وحقلها المغناطيسي وتأثيرها في الغلاف الجوي للأرض وذلك من خلال كسوف الشمس المترقب في الولايات المتحدة في الحادي والعشرين من آب أغسطس القادم وهي الظاهرة الأولى من نوعها منذ تسعة وتسعين عاماً ويأمل العلماء أن يستفيد من إقبال الجمهور على مراقبة الحدث وتصويره للحصول على صور ومعلومات عن مراحده كافة حيث سيكون هذا الكسوف الشامل مناسبة فريدة في التاريخ الحديث ومن الأمور التي تثير فضول العلماء ويبحثون عن تفسير لها أن الطبقة الأعلى من الغلاف الجوي للشمس أشد حرارة من سطح الشمس نفسه غير أن العلماء يحذرون دائماً من خطورة النظر إلى كسوف الشمس بالعين المجردة ويشددون على ضرورة استخدام نظارات خاصة فكم من إنسان فقد بصره أو أصيب بأضرار جسيمة في عينه نتيجة النظر للكسوف الشمس ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع صحيفة اندي بنتد البريطانية أن المشكلة الأساسية للكسوف أن الشمس هي أساس هذا الحدث وعلى الرغم من أنها سوف تنزل قراء القمر لكن يجب توخي الحذر لأن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يسبب الكثير من الضرر وعلى هذا النحو تقول ناسا أن أي شخص يتطلع إلى مراقبة الكسوف يجب أن لا يفعل ذلك مباشرة بدلاً من ذلك يمكنه إما استخدام نظرات الكسوف والتي تعمل مثل النظرات الشمسية المكثفة جداً أو بطريقة غير مباشرة فهذه هي الطرق الوحيدة الأمنة للنظر إلى الشمس ويتوقع أن يحصل كسوف كلي آخر للشمس في الثامن من شهر إبريل لعام 2024 في بعض المناطق الأمريكية أما الكسوف المماثل فيتوقع أن يحدث في الثاني عشر من أغسطس آب لعام 2045 إلى محبي شرب القهوة فبعد إجراء مجموعة من التجارب كشف مختصون صينيون أن شرب القهوة يومياً يساعد على التخلص من الوزن ويعود السبب إلى مفعول الكافيين الذي يعمل على تعجيل عملية الأيض بمقدار عشرة في المئة ما يدفع الطاقة في الجسم ويؤدي إلى فقدان أكبر للسعرات الحرارية ابتكار طبي جديد في علاج السكر من خلال استنشاق الإنسولين عن طريق الفم بدلاً من الحقن ويهدف هذا الابتكار إلى تخفيف ألم وغز حقن الإنسولين اليومية تفاصيل أكثر حول هذه الدراسة مشاهدين مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على نوع من الإنسولين يعطى من خلال الاستنشاق بدلاً من الحقن ولأول مرة تم طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم استخدامه سواء في علاج النوع الأول أو النوع الثاني من خلال استنشاق الإنسولين عن طريق الفم بدلاً من الحقن وتم توضيح أنه في حال النوع الأول من السكر لا بد من تناول حقن الإنسولين معه وأشارت إلى أن هذه البخاخة تشبه إلى حد كبير بخاخة مرضى الحساسية وتهدف إلى تخفيف ألم الوخز اليومية لحقن الإنسولين بحيث يأخذ المريض حقنة واحدة فقط من الإنسولين القاعد فقط ولأن امتصاص الإنسولين بالحقن يكون أكثر فاعلية عن الاستنشاق وبالتالي فإن المريض يحتاج إلى جرعات استنشاق مضاعفة عن الجرعات التي يتناولها عن طريق الحقن بالإضافة إلى أن هناك مضاعفات قد تحدث للمريض أثناء استنشاق الإنسولين ومن جانبه أوضح الأطباء أن هذا النوع من الإنسولين لم ينتشر حتى الآن في دول العالم ولا يوجد سوى بالولايات المتحدة الأمريكية ويجب على المرضى استشارة الطبيب قبل استخدامه أظهرت دراسة جديدة أن الموقف من صلع الرجل لم يتغير وما زالت الغالبية تعتقد أن الرجل الأصلع أقل جاذبية وفرصه في النجاح أقل وبحسب مجموعة دي أس أي الطبية فإن هذا هو السبب في أن عدد قياسي من الرجال يخضعون لعمليات زرع شعر في 62 مستشفى تديرها الشركة في أنهاء العالم بخبرنا الأخير ابتكر مصمم نوعا جديد من الملابس الخاصة بالأطفال لملاءمة أتساد الأطفال من عمر أربعة أشهر حتى العامين دون تغييرها والتي يمكن أن تتمدد بمقدار معين لتصبح أطول وأكبر حجما وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين داعش يخلي مقاره في تلعفر بعد استهدافها جوا قوات الأسد تحضر لعملية عسكرية في التنف وفي أفغانستان الانتهاكات ضد الصحفيين تطرق أجرس الخطر بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود والتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجازة الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة